أهلا بكم من جديد كنت أتمنى وبعض التمنيات مشروعة أن أبدأ ويبدأ كل الزملاء حلقاتهم ويبدأ كل الزملاء الكتاب مقالاتهم بالأجندة الأولى والأجندة الأهم وفق أولويات الأجندة الوطنية ليس تنظيرا وليس نوع من التبشير والمصطرة والعصايا والتعليم معاذ الله وإنما استشعارا بأن هناك أولويات فائتة أو أولويات ضائعة أو أولويات ربما اضطررنا أن نبتعد عنها طواعية في قضيطين من أخطر القضايا كان يجب وما زال الواجب واجب وهو أن نتناول بالبحث ونتناول بالعمل الإعلامي الصحيح والعمل الصحفي الرصين قضيتين في غاة الأهمية إيه هم القضيتين اللي في تقديري أولى بالرعاية والبداية وضربة البداية وإن الرأي العام يعرف والرأي العام يتابع القضية الأولى في تقديري هي سد النهضة القضية الثانية في تقديري هي أزمة شرق المتوسط أو غاز شرق المتوسط قضايا من هذا النوع هي القضايا الأولى بالرعاية الإعلامية والبحثية هي الأولى برعاية الجماهير هي الأولى أننا عندما أجلس على مقهى شعبي أو كافيه في حي متميز أستمع الناس بتتكلم يقولوا سد النهضة والإجراءات المصرية والإجراءات الدبلوماسية ثم ماذا بعد؟ أتحدث عن شرق المتوسط وغاز المتوسط والإمكانيات المهولة للغاز اللي موجود كيف ندافع عنها كيف نحافظ عليها كيف نواجه الأعداء في هذا الإطار قضيتين لا تقل كل قضية منهما عن حديث المصريين قبل 5 أكتوبر 73 قضية الاستقلال وقضية تحرير الأرض في السبعينات وقضية الاستقلال في الخمسينات والستينات أعتقد أنه إحنا في وضع الآن في قضايا قومية قضايا قومية أنا في تقديري أنها يجب أن ترتقي لتكون في متناول الجميع